أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تحرص على زيادة مساهمة القطاع الخاص بكل نواحي الاقتصاد وخلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة ضمن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 أكد رئيس الوزراء أن الدولة تواجه تحديا كبيرا وهو زيادة السكانية نؤكد على حرص الدولة المصرية على تمكين وزيادة يعني هنقدر نقول زيادة مساهمة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري واسمحوا لي أقولها بمنتهى الشفافية يعني أنا تعمت أننا لما كنا بنعرض مبارح على تتبع 40 سنة من الاقتصاد المصري أن احنا نؤكد أن الدولة المصرية المفروض تنمو كل سنة بأضعاف مضعفة لحجم النمو اللي هي التنمو بسبب حاجة واحدة تحدي كبير جدا اسمه زيادة السكانية جايز لو ما كانش عندنا زيادة السكانية وثبات في عدد السكان زي دول كثيرة جدا كان من الوارد جدا أن لا يكون هناك احتياج لاستثمرات جديدة ولا تدفقات بحجم على أساس أنه ممكن يكون مصر الاقتصاد لنوع من التشبع وحجم التواجد بقى بيغطي عدد سكان ترجمة نانسي قنقر